نشوف عمل ايه كهرباء خلال هذه الفترة كهرباء يعود للزهور مع النادي الاهلي لأول مرة منذ 241 يوماً وتحديداً منذ مباراة هاتاي سبور أمام جريسون سبور في الدورة التركي أثناء فترة عارتو آخر زهور لمحمود عبد المنعم كهرباء مع الاهلي كان أمام جند مريم النيجيري في الدور التميدي لدوري أبطال أفريقيا تحديداً منذ 451 يوماً دي أرقام كهرباء ضد اسموحة لاعب واحد وستين دي أسجل هدف صنع اتنين أربع تسديدات تمريلاته الصحيحة أربعة من تمانية أرقام تحديداً على مستوى التسجيل والصناعة أرقام عظيمة جداً مرسل كولر تحدث عن الاهلي وعن كهرباء تحديداً بعد هذه المباراة وقال إن كهرباء قدم أداء ممتاز جداً وساهم في تقدمنا فيه الشهوط الأول والتزم بالتعليمات الفنية اللي قدمناها لي وقال إنه كان على قدر المسئولية اليوم قال كمان لدينا مزيد من الوقت حتى نهاية الشهر للتعاقد مع مهاجم وقال إنه هو اختار خلاص المهاجم بالفعل وهناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي قال كمان إن الجميع يعلم أن المفاوضات بتكون مرهقة جداً سواء مع اللاعب أو موافقة ناديه والطلبات المادية لكنه واصف من ضم مهاجم قبل نهاية سوق الانتغالات والأهم قبل نهاية كأس العالم للأندية قال إن اللاعبين الجدد انضموا للأهلي منذ وقت قصير جداً ولكن لغم ذلك طبقوا الكثير من طلباته منها طلباته اللي طلبها منهم وقال إنهما بيحتاجوا لمزيد من الوقت للتأقلم على طريقة لعب النادي الأهلي قال كمان إن السناء أحمد كوكا ومصطفى سعد شعروا بالأحباط بعد المباراة عشان ما شاركوش لكن بطلب منهم إنهم يزبروا أكتر ويحصلوا على الفرصة وقال إنهما شباب بيحتاجوا لمزيد من الخبرات قال كمان إن حمد فتحي دخل فيه سلاسة التحامات قوية جداً وما أقدرش حكم على موقفه من مواجهة الزمالك قبل فحصه غداً وقال إنه هو لعب مهم جداً ويتمنى تواجده أمام نادي الزمالك محمد عبد المنعم هيشارك فيه التدريبات غداً ده على لسان مارسو الكورر وقال إنه أنا هو مهتم جداً إنه يشوفه بكرة عشان يحكم على موقفه من مواجهة نادي الزمالك